السلام عليكم أحيانا السكوت بيكون أفضل ولكن المنافقين المستأجرين لما بيتكلموا علشان يرضوا سيدهم وولي نعمتهم بيفضحوا نفسهم بنفسهم وبيفضحوا كمان معاهم ولي نعمتهم وده اللي عملوا حافيز دراجي فكشف نفسه وتسبب بفتح الحساب لقطر حافيز دراجي الموظف عند حكومة قطر بدرجة معلق رياضي واعف الفخر وكشف عن حقيقته وكشف كمان حقيق مغيبة عن قطر ما هو معروف ان اللي بيعمل حاجة غلط بيحاول يرطي على غلطه عن طريق اتهام الآخرين باللي بيعمله هو ذات نفسه حافيز دراجي اللي المفروض المراجل رياضي ورياضة المفروض انها بتقرى بالشعوب نشر تغريدة بيقول فيها صحيفة معاريف تكشف عن تمويل إماراتي لبناء ملعب كرة القدم لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنقاط قرية كفر قاسم التي شهدت مذبحه بحق الفلسطينيين أصفرت عن استشهاد 51 فلسطينيا اللي إسرائيليون يتوقعون صفقات أخرى من الأنظمة المطبعة خدمة للقضية الفلسطينية ما شاء الله على الكرم بصوا أنا شخصيا ضد أي تعامل ثقافي أو تجاري مع الصهينة والمفروض أن حفيز دراجي اللي شغال عند القطريين المفروض وبحسب تغريدته أنه برضو ضد ده واضح من تغريدته عزيزي المشاهد أنه مستق جدا من قيام الإمارات ما بين قسين ببناء الملعب ده مع أن الإمارات وبشكل رسمي نفت الخبر ده جملة وتفصيلا ومع ذلك حفيز دراجي ما زال محتفظ بالتغريدة وما حزفهاش ولا حتى اعتذر عنها وده دليل أن الهدف من التغريدة مش فلسطين ولا القضية ولا المبادئ ولا 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 لا لا أبدا الهدف هو طاعن الإمارات لصالح كفلاءه وأولياء نعمته القطريين خصوصا أن غوراء العرب نزلين في التعليقات تحت التغريدة بكلمات زي حزبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوات إلا بالله الله على الظالم ليك يوم يا ظالم اللهم انتقم من الإمارات اللهم دمر الإمارات وإلى آخره بقى من عبارات الاستياء والشتم وهو ده بالضبط هدف التغريدة مناكفة وتشويه طفولي للإمارات لإغضاء عقدة النقصة عند كفيل حفيز دراجي القطري ولكن الأمر برضو مش مقتصر على كده وورا الموضوع فيه سر والسر في تاريخ التغريدة بتاعت حفيز دراجي بصوا المفروض أن المبادئ يعني المفروض أن هي مش بتتجزأ لاحظوا تاريخ تغريدة حفيز دراجي هتلاقوها بتاريخ 27 يوليو وفي البداية قلت لكم أن اللي بيعمل غلط إيه؟ بيحاول يرطي على غلطه بأنه يرمي التهمة على غيره فحفيز دراجي اللي مصر يحتفظ بتغريدة فيها خبر عن تطبيع غياضي ما بين الإمارات وإسرائيل بالرغم من أنه خبر مغلوط حفيز دراجي صمت صمت القبور تجاه نادي باريس سان جرمان اللي بتمتلكه قطر بنسبة 100% واللي راح بعدها بيومين من تغريدة حفيز دراجي لإسرائيل ولعب هناك مباراة السوبر الفرنسي يعني هو قوم الدنيا على الإمارات بسبب خبر تطبيع غياضي غير صحيح بينما سكت على تطبيع قطري حقيقي وزي ما أنتوا شايفين نادي باريس سان جرمان بيمتلكه جهاز قطر للاستثمار وهو جهاز تابع للحكومة القطرية ورئيس نادي باريس سان جرمان هو القطري ناصر الخليفي المقارب من نظام الحمدين الحاكم في قطر ناصر الخليفي اللي حفيز الدراجي بيشتغل تحت إقدارته في منظومة الإعلام الرياضي القطري وبيتكرم منه كمان وإذا حد حب يتفلسف ويتكلم ويقول أن نادي باريس سان جرمان مجبور أن يولعب في إسرائيل مباراة السوبر الفرنسي لأن دي أوامر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أحب أقوله كلامك ده على رأسي وعلى عيني كمان يا سيدي ولكن في 2017 أم نادي باريس سان جرمان بعمل صفقة مشبوهة لشراء لاعب اسمه نيمار من برشلونا الصفقة دي عن طريق وسيط إسرائيلي مكتبه في تل أبيب اسمه بيني زهابي وزهابي ده بتربطه علاقة قوية بنصر الكليف القطري اللي بيرأس نادي باريس سان جرمان اللي بتمتلكه قطر والوسيط الإسرائيلي خد عمولة الصفقة وحكومة دولة الكيان خد الضرائب على العمولة دي نجحت مجهودات وسيط التعاقدات الإسرائيلي بيني زهابي في مساعدة الحكومة القطرية على إتمام صفقة انتقال البرازيلي نيماري إلى باريس سان جرمان وبات زهابي عراب الصفقة الحقيقي بعدما تصدى للمهمة مقابل الحصول على نحو 170 مليون ريال قطري وبدأت فكرة انتقال نيمار إلى باريس سان جرمان من تل أبيب حيث مكتب وكيل الأعمال الإسرائيلي الذي ساهم في تسهيل مهمة ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي وتمكن زهابي من خلال علاقات مكتبه من اختراق نادي برشلون الأسباني حيث يلعب نيمار قبل أن يجري مفاوضات سرية انتهت بموافقة اللاعب البرازيلي على ترك برشلونة ولن يتمكن زهابي من الحصول على المبلغ كاملا إسا يفقد نحو 90 مليون ريال قطري لمصلحة الحكومة الإسرائيلية وبحسب قوانين طريبة الدخل في إسرائيل ستحصل خزانة الدولة العبرية على نصيبها من صفقة نيمار يعني مش تطبيع رياضي بتعمله قطر وبس لا ده حتى بتنفع خزينة الدولة بتاعت الاحتلال ومع ذلك ما سمعتش نباح أقصد صوت من حافظ دراجي ولا من أبو تريكا ولا من زميلهم من مرتزقة الأعلام القطري مسألة رفض التطبيع من الصهينة مطلوبة ولكن مش مطلوب استعمالها كأدال الانتفاع السياسي والمناكفات وده اللي بيعمله دراجي اللي يوم وغيوم بيثبت انه مجرد مرتزق ولا يمت للأخلاق الرياضية بصلة هو مسخر نفسه وحسابه على تويتر لإرضاء كفيله القطري وبغرم من تنقضاته المفضوحة اللي انه مستمري بالتهجم السياسي بغرم ان المفروض ان دراجي إعلامي رياضي قضية فلسطين بيستعملها مرتزقة الإعلام القطري بشكل مفضوح بغرم من تاريخ قطر مع التطبيع اللي بيمتدل أكتر من 27 سنة فضل فيها مرتزقة الإعلام القطري سكتين ولكنهم بينبحوا مستعملين سلاح التطبيع ضد أي دولة أو ضد أي نظام أو شخصية لا يرضى عنها كفلقهم القطريين وعلشان كده كشف حساب قطر لازم يفضل مفتوح ومفضوح والأمر ده محتاج إعلام حقيقي بس إعلامنا للأسف متخزن ودي حنتكلم عليها في حلقة تانية أنا تعمدت في الحلقة دي اني أثبت التطبيع القطري مع الصهينة وبسه بشكل مختصر ومقتضب وما تكلمتش عن ملعب الدوحة اللي تبانى في دولة الاحتلال بأموال قطرية وما تكلمتش عن التطبيع والتعاون القطري مع الصهينة بخصوص تزويدهم بالغاز الرخيص على مدى سنين وثنين غير الاستثمارات والتنسيق السياسي ما بينهم بالإضافة لقيام نظام الحمدين بتنفيذ كل أجندة صهيونية فيها إضرار للعرب ده كفاية على قطر جدا انها أول قناة عربية طلعت الصهينة على شاشتها علشان يبيض وجه الاحتلال على شاشة الجزيرة كانوا بيتهموا الشعب الفلسطيني انه هو الظالم وسافك لدماء اليهود وان اليهود عايزين يعيشوا في سلام مع أخواتهم الفلسطينيين بس الفلسطينيين مستعبنهم في حالهم لو قطر ما عملتش غير كده فكفاية قوي كفاية قوي لأنه أصلا مفيش أكزر من كده وربنا يأذي المؤذي وشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي